حذرت منظمات أممية من تفاقم خطر المجاعة حول العالم نتيجة تدعية الأزمة الروسية الأوكرانية التي انعكست على أسعار الوقود والأسمدة بالإضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي ما رفع مستويات انعدام الأمن الغذائي في عدة دول ويقدر عدد الأشخاص الذين تعرضوا لانعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2021 بنحو 53 مليون وتسامأة ألف شخص بزيادة قدرها نحو 5 ملايين شخص عن العام السابق تحذيرات أممية من خطر المجاعة الذي أصبح يهدد الملايين حول العالم بسبب عدة عوامل أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسها على صناعة الأسمدة بالتزامن مع تدعيات التغيرات المناخية التي فقامت من الأزمة ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير وغير مسبوك منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية ساعدت في زيادة أعداد الجوع حول العالم لأكثر من 40 مليون نسمة وجاء ارتفاع أسعار البترول يمثل عبءا جديدا على الأمن الغذائي حيث أن البترول يمثل ثلثة تكاليف إنتاج الغذاء سواء في تكاليف الشحن والتفريغ أو الآلات الزراعية الأزمة والروسية الأوكرانية أثرت بشكل واضح على الأمن الغذائي بعد توقف صادرات الأسمدة من روسيا وتوقف تصنيعها في أوروبا نتيجة حجب الغاز الروسي حيث أصبحت مهمومة بتوفير الغاز لتدفئة الشتاء أكثر من اهتمامها بإنتاج الأسمدة وهو ما يؤدي إلى تدهور إنتاج الغذاء المتدهور بالأساس في الدول الإفريقية والفقيرة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة أو حجبها التغيرة المناخية أيضا ساهمت في تفاقم أزمة الغذاء فالمساحات الزراعية في العديد من دول العالم تعرضت لظواهر مناخية استثنائية مثل الجفاف والسيول والفيضانات خلال الفترة الماضية مما أثر على الإنتاج الزراعي العالمي تحت وطأة الأزمات والسرعات من ناحية والتغيرات المناخية وتداعياتها من ناحية أخرى تحاول أهداف الألفية الجديدة المتمثلة في القضاء على الجوع والتقليل من نسب الفقر الصمود مع زيادة أعداد الجوعة في العالم